بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس وبيت المغربة بالمناسبة أنا أولا بشكركم جدا جدا بشكر كل إخواتي وأصدقائي اللي موجودين في المغرب اللي بعتولنا بيقولونا شكرا على التخطية خلال الفترة السابقة لأنه أنا الحياة سعيد جدا جدا باهتمام إخواتنا في المغرب بما يحدث في برنامج البيت الكبير والكلام اللي احنا بنتكلم فيه ولكن ده الطبيعي أن احنا نتكلم بشكل جيد على المنتخب المغربي لأنه يستحق أولا ثانيا النهاردة طبعا منذ قليل أو منذ دقائق قليلة المنتخب المغربي خسر من المنتخب الفرنسي 2.0 ولكن كل التحية وكل التقدير وكل التسئيف الكبير جدا جدا لإخواتنا في المغرب بنشكركم على هذا الأداء الرائع بنشكركم على هذا الأداء العالي بنشكركم على حسن التخطيط بنشكركم على كل ما هو جيد حضراتكم قدرتوا توصلوه لكل العالم أن كرة القدم العربية والإفريقية بخير كرة القدم والمدربين واللاعبين العرب والأفارقة بخير كل العرب والأفارقة اللي موجودين في كل مكان بنشكركم عليها شكرا على الروح التي ظهرت قدام بطل العالم النهاردة المغرب في 90% المنتخب المغربي في 90% خليني ما كونش يعني عشان ما كبرش الموضوع قوي 70% أو 65% من عمر المباراة المغرب أفضل من بطل العالم المغرب أفضل أثناء المباراة شكرا لكم جميعا شكرا للمدير الفني وليد الريكراكي شكرا لكل اللاعبين كل الأسماء اللي موجودة كل الأسماء اللي لعبت خلتونا نبقى مبسوطين خلتونا نبقى سعداء خلتونا نحب كرة القدم بشكل كبير جدا جدا أكتر ما احنا بنحبها خلتونا ثقة في النفس تكبر بشكل كبير جدا كان نفسينا نلعب المباراة النهائية ولكن خسرنا مباراة اليوم وإحنا كلنا كعرب وكأفرقة رفعين رأسنا لفوق رفعين رأسنا لأنه المنتخب المغربي أدى بهذا الشكل الرائع شكرا لكم جميعا ومرة أخرى يظل دائما المنتخب المغربي بهذا الشكل والأداء الرائع وإن شاء الله الجميع خلال الفترة اللي جاية يحزو حزو المنتخب المغربي